أنا يعني خليني أبدأ يعني بدايتك كانت الأول مع القصة أنت أولاً طبعاً كاتب كبير موجود في جريت الأهرام لكن بدايتك فيه كانت فيه علقة في القصة صحيح صحيح وبعدين دخلت الرواية أو الرواية جات مع القصة صحيح فعلاً القصة القصيرة بتبقى عشان قصيرة فبتبقى أنسب للبدايات الأولى نفسها قصيرة شوية رغم أن هي يعني أصعب عشان بالضبط فن صعب يعني يعني الرواية ممكن تحتمل أن يبقى فيه فصل ضعيف شوية أن فيه استطراض شوية شخصيات كثيرة لكن القصة القصيرة وطر مشدود أو شخصياتها مش كثيرة وشخصياتها مكسفة جداً جداً فلو أي شخصية زيادة أو أي جملة مترهلة بتبان فبعد في سنة 2005 صدرت لي رواية الأولى الفضاحة الإيطالية قبلها كان فيه مجموعتين قصص قصيرة صحيح خليني أقول أن أنت من المحزوزين أنك أخدت جايزة في سن صغير جداً في العشرينات وكان في حضرة أدبنا الكبير نجيب محفوظ صحيح فبرضو دي يعني من الحاجات أعتقد اللي عملت جري للمشوار صحيح دي حقيقة كانت يعني كان الموضوع بالنسبة لي أشبه بحلم وشيء سعيد جداً وشيء يعني أسطوري لأن أنا كنت لسه في الليسانس وبعدين أول مسابقة للقصة القصيرة عملتها جريدة أخبار الأدب صحيح برئاسة تحرير الراحل الأستاذ جمال الغطاني وكان بقى عظماء مصر الثقافية والعرب حضرين وكده أنا اشتركت في المسابقة ومش في ذهني خالص مسألة أن أنا ممكن أفوز اشتركت فيها وخلاص يعني لكن فجأت بأنه العدد اللي صادر وبيعلن أسماء الفائزين أنا موجود من ضمنهم وحتى وقتها الأستاذ جمال الغطاني قال أن دي أول مرة الأستاذ نجيب محفوظ يدخل مبنى أخبار اليوم أيوة لحضور حفل توزيع الجوائز ووقتها طلعت الجريدة بمنشطة لسه أذكره يعني أنت عارفة أستاذ شافكي الزكريات دي بتبقى أشبه طبعا بقصة الحب الأولى طبعا فتفاصيلها لا تنسى يعني فطلع المنشطة عشرون كاتبا هديتنا إلى مصر وفعلا كان تدشين لما سمي فيما بعد بجيل التسعينات في الأدب المصري وأنا كنت محظوظ أنني كنت أصغرهم سنة كان وقتها عندي 22 سنة طب الصورة هي على الهواء والمنشطة أهو أيوة صحيح بالضبط كده صحيح؟ طبعا دي ذكرى أنا أخبئها في قلبي يعني أيوة عشرون كاتبا من الحاجات الغريبة وديت صورة أيوة بالضبط آه ديت الصورة أنا السهم الأحمر بيشير إليه كانت عشان فعلا لما الناس بتقول مصر ولادة ده مش من فراغ يعني وقتها كان المفروض عشر أسماء يفوزوا هم فجوا بأنه في نصوص كتيرة جدا جدا تستحق فخلونا عشرين يعني من كتر ما مصر ولادة فعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر